السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الفيديو سأقوم بحل نموذج مراجعة للوحدة الأولى من كتاب الإنجليزي للصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الأول وبالمبدأ بالفيديو أتمنى من كل اللي بيشاهد الفيديو أن ينزل أسفل الفيديو ويشترك معايا في القناة ونبدأ باسم الله بمراجعة الوحدة التي بعنوان Connected with Technology لدينا هنا السؤال الأول اختر الشكل الصحيح من بين الأقواس هنا لدينا في الجملة إذن دائما مع ش سنختار إما does أو has لكن هنا نلاحظ أن الفعل جاء في زمن المضارع وليس في التصريف الثالث إذن سنختار does وليس has number two they didn't play football yesterday هنا نلاحظ في الجملة ظهرت yesterday وتعني البارحة إذن هذه الجملة في الماضي والفعل الذي يستخدم في النفي في الزمن الماضي هو did not number three we had seen a movie before they came أيضا بعد هذا يأتي الفعل في التصريف الثالث where they playing with a ball هنا اخترنا where لسببا أولا أن ضمير الفعل جاء they ومع they دائما تأتي where وليس was والسبب الثاني هنا أن الفعل جاء مضافا إليه ing إذن في السؤال نسأل إما بwas أو where واخترنا where كما ذكرت لوجود they he was studying his lesson إذن لظهور was اخترنا الفعل المضاف إليه ing dates التمور هنا جمع إذن سنختار مع dates المناسب للمجموعة are grown in الأحسى سعودية رابيا is bigger than بحرين إذن هنا مقارنة ما بين السعودية والبحرين وظهرت than والتي تعني من إذن نقارن بين شيئين نستخدم أسلوب الكمبراتف أي نضف للصفة er إذا كانت قصيرة أو نضف قبلها more إذا كانت طويلة هنا bigger قصيرة أضفنا إليها er ولا ننسى أن نضاعف حرف الجي إذن هي الكلمة الصحيحة gold is more expensive than silver أيضا هنا نقارن ما بين الذهب والفضة وظهرت than لكن expensive هي كلمة طويلة قسمناها إلى مقاطع إذن يجب أن نضع قبلها more في المقارنة apple products are the most popular إذن هنا أسلوب superlative قلنا أن منتجات التفاح هي الأكثر انتشاراً أو الأكثر شهرة إذن ظهرت the إذن أسلوب superlative the وبعدها most لأن الصفة popular هي صفة طويلة قسمناها إلى مقاطع عند قراءتها فتأتي قبلها most واخترنا most وليس least لأنها الأكثر وليست الأقل هي أكثر انتشاراً وليست الأقل انتشاراً the tv needs to be إذن بعد عبارة needs to be دائماً نختار الفعل في التصريف الثالث إذن needs to be fixed ننتقل إلى السؤال الثاني do as shown between brackets أي افعل ما يطلب منك بين الأقواس السؤال الأول المطلوب complete with suitable auxiliary verb يعني أكمل ب الفعل المساعد المناسب هنا السؤال جاء في الزمن الماضي لوجود last last night أي الليلة الماضية إذن الفعل المساعد المناسب للماضي هو did في السؤال إذن what did you do last night number two complete using auxiliary verb أيضاً علينا أن نكمل باستخدام فعل مساعد مناسب هنا لدينا I وجاء الفعل في التصريف الثالث إذن جملة في زمن المضارع التام إذن نقول مع I have وليس has number three المطلوب rearrange to make a question يعني أعد ترتيب الكلمات لتكون سؤالاً لدينا the internet has working been إذن نبدأ دائماً السؤال بهاز إذا ظهرت وبعد ذلك نكتب الشيء الذي نسأل عنه أو الفاعل إذن هنا نسأل عن الانترنت إذن has the internet been working فسيكون السؤال has the internet been working السؤال الرابع أيضاً المطلوب إعادة ترتيب الكلمات لنكون سؤالاً لدينا closed the was account أيضاً هو سؤال إذن يبدأ السؤال دائماً هنا بالفعل المساعد was ونسأل عن ماذا؟ عن the account إذن سنقول was the account closed هل قفل الحساب؟ number five المطلوب change into passive علينا أن نحول هذه الجملة إلى مبني للمجهول مبني للمجهول أي سنلغي الفاعل من الجملة هنا الفاعل someone إذن شخص ما هو الذي فعل الشيء هذا إذن سنلغي كلمة someone someone wrote his book in the 18th century ونبدأ دائماً بالمفعول به كتب الكتاب إذن سنبدأ بأن الكتاب كتب في هذا القرن سنقول this book was written عندما نبني الجملة للمجهول ويكون هنا الفعل في زمن الماضي فإننا نضع was إذا كانت الكلمة التي تسبقها مفرد ونضع where إذا كانت جمع إذن this book was written وبعدها يجب أن يكون الفعل في المبني للمجهول في التصريف الثالث ونكمل in the 18th century number six المطلوب correct the verb أي صحح الفعل هنا لدينا I did not visited خاطئ أن نقول visited عند ظهور did والتي تدل على الماضي فظهور did تلغي الماضي من الفعل ويتحول إلى صيغة المضارع إذن نقول I did not visit my friend last night number seven المطلوب complete with superlative form أي أكمل بأسلوب التفضيل إذن أسلوب التفضيل إما أن نضع للصفة est وقبل هذا أو أن نضع most أو least مع الصفات الطويلة هنا لدينا Pepsi is popular drink in the world إذن هنا لدينا الصفة صفة طويلة لماذا طويلة؟ لأننا عندما قرأناها قسمناها إلى مقاطع قلنا popular إذن في استخدام أسلوب السوبرلative سنضع the وبعدها most وبعدها الصفة كما هي number eight المطلوب correct أي أيضا نصحح English is easy than Arabic هنا نقارن ما بين الإنجلش والعربي والصفة لدينا هنا صفة قصيرة في المقارنة الصفة القصيرة فقط نضف إليها ER easy سنلغي ال-Y وتصبح I وبعدها نضف ER easier number nine المطلوب give negative short answer أن نأتي بإجابة قصيرة منفية هنا السؤال يقول was the password changed نريد أن ننفي فنقول no it wasn't لماذا it لأننا نتحدث عن password وهو مفرد غير عاقل فالضمير المناسب له هو it وwas من نفس السؤال بإضافة not لأنها إجابة منفية number ten give positive short answer المطلوب أن نأتي بإجابة قصيرة ولكن مثبتة إذن سنجب yes have they been studying abroad yes they have من نفس السؤال نأخذ الضمير والفعل المساعد number eleven correct the verb المطلوب أيضا أن نصحح الفعل the rooms need to be قلنا بعد عبارة need to be يجب أن يأتي الفعل في التصريف الثالث الفعل هنا decorate سيصبح decorated في التصريف الثالث ننتقل إلى vocabulary أي المفردات circle the odd words أي ضع دائرة حول الكلمة الشاذة التي لا تنتمي للمجموعة لدينا number one cell phone هاتف خلوي internet الانترنت pin القلم و fax machine وهو جهاز الفاكس جميعهم أجهزة إلكترونية مع عدل pin هو القلم الشاذ number two أزمة وهو الربو cyber الإلكتروني virtual افتراضي online أي عبر الإنترنت جميعهم تتعلق بالكمبيوتر والإنترنت مع عدل أزمة فهي تتعلق بالصحة إذن هي الكلمة الشاذة fill in the spaces with suitable words أكمل الفراغات بالكلمات هذه المناسبة الكلمة الأولى lay down أي خذ راحة ويتمدد loner أي وحيد ومنعزل honest صادق download تحميل سوف أقوم بتحميل اللعبة من مخزن الألعاب علي هو إنسان عادي ومريح إذن خالد يحب أن يقضي الوقت مع نفسه وأن يكون منعزلاً إذن he is loner write the abbreviation اكتب الاختصار لهذه العبارات دائماً عندما نكتب الاختصارات يجب أن تبدأ بالحرف الأول من كل كلمة وأن تكون capital letter إذن what's up اختصارها w من الكلمة الأولى و you من الكلمة التانية laughing out loud أيضاً سنأخذ l o و l إذن اختصارها l o l مكتوبة بال capital buy for now أيضاً be for هو رقم أربعة و now حرف ال n ننتقل إلى السؤال التالي classify the items into the correct category علينا أن نصنف هذه الأشياء في التصنيف الصحيح في الجدول أولاً related to computer أشياء متعلقة بالcomputer related to health أشياء متعلقة بالصحة لدينا أزمة الربو إذن تتعلق بالصحة networking شبكة الانترنت تتعلق بالcomputer paramedics المصعفين في الطوارئ تتعلق بالصحة وأخيراً cyber الإلكتروني يتعلق بالcomputer السؤال التالي match the words with the meaning علينا أن نصل الكلمات بمعانيها hold on عندما نقول hold on أي تعليق المكالمة أو تعليق أي شيء إذن wait a moment الانتظار للحظة how on earth هذه عبارة تعني how is it possible كيف يمكن أن يحصل هذا get it أي وصلت المعلومة معناها understand فهمناها extraordinary معناها رائع ومميز إذن wonderful match to make proverbs صل لنكون الاقتباس أو مثل honesty is the best policy الصدق هي أفضل سياسة better late than never يعني أفضل أن تتأخر من أن لا تصل أبداً إذن أن تأتي متأخراً أفضل من أن لا تصل silence is golden الصمت هو من ذهب أو السكوت من ذهب match the words with the opposites علينا نصر الكلمات بعكسها disbelief عكسها طبعاً virtual افتراضي actual حقيقي unique فريد ووحيد من نوعه common عام أو معروف double أي مضاعف single أي مفرد واحد underline the correct word for each picture علينا أن نضع خطاً تحت الكلمة الصحيحة لكل صورة هنا لدينا صورة شيء مكرر هو double أي مضاعف وهنا paramedics تعني المسعف هنا لدينا السهم إلى الأسفل أي تحميل download وليس upload وهو الرفع هنا لدينا هذا الشخص حوله question marks أي علامات استفهام إذن هو يتساءل wonder وليس dispatch وتعني إرسال هنا لدينا هذا الشخص لديه ربو إذن أزمة وليس COVID-19 أما LOL فهي اختصار وتعني acronyms وهي اختصار ل laughing out loud ليست disease أي مرض والآن وصلت إلى نهاية الفيديو إذا عجبكم الفيديو واستفدتم منه انزلوا أسرع الفيديو وتعطوا على زر لاك لا تنسوا أن تشتركوا معي في القناة وتفعيلوا جرس التنبيه وشكرا اشتركوا في القناة